نبقى في شأن إيراني ليس ببعيد عن التطورات السابقة حيث يسود الترقب بانتظار بدء جولة المفاوضات الثامنة في فيينا حول الملف النووي الإيراني فبعد أن ساد أتفاؤل في الجولة السابقة من قرب التوصل للاتفاق حالت بعض الخلافات بعد ذلك أبرز ما تم التوصل إليه في الجولات السابقة والعقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق أتعرف عليها مع زميلة مروج براهيم مروج مساء الخير بداية حتى الساعة لا مؤشرات على أن ثمت اختراق حدثا خلال الجولات السابقة ما الذي يمكن قوله مروج عشية جولة ثامنة مرتقبة يعني ثمت عدد من الجولات التي بدأت على مظهر العام في فيينا والتي شهدت بعض الاختراقات وبعضها الآخر انتهى من دون أي نتائج تذكر هذه الجولة الثامنة شونتال من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي هي أتت بعد فشل الجولة السابقة في إحراز أي تقدم يذكر قبلها ثمت سبع جولات يراوح فيها الملف ومكانه وسطى تصعيد بين إيران والغرب تلقت الجولة الأولى من المفاوضات في أبريل الماضي بالعاصمة النمسوية فيينا حيث اقترحت واشنطن على طهران اتخاذ خطوات لوقف تخصيب اليورانيوم مقابل الرفع التدريجي للعقوبات لكن إيران تمسكت برفع العقوبات جميعا أولا قبل اتخاذها أي خطوات من جانبها بعد ذلك أعلن الطهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% هو الأمر الذي ألقى بظلاله على الجولة الثانية من المحادثات تحرك اعتبره الأوروبيون سفزازيا بينما شككت واشنطن في جدية طهران في التفاوض في الجولة الثالثة تفق المشاركون على تسريع وطيرة المفاوضة لكنها انتهت هي الأخرى من دون تحقيق أي تقدم وزاد الخلاف بين واشنطن وتهرام في هذه الجولة لماذا؟ بسبب أجهزة الطرد المركزي المتطورة لدى إيران والتي تتيح لها تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر حققت الجولة الرابعة بعد التقدم وصفت الأطراف الأوروبية حصيلتها بالبناء فيما طالبت واشنطن خلال هذه المحطة بضمانات لاستكمال المحادثات في المحطة الخامسة بدت واضحة رغبة كل الأطراف في وضع الأزمة على سكة الحل وتحت ضغط الانتخابات الإيرانية خرج الحديث من إيران عن تجاوز عراقيلة مهمة الجولة السادسة من المحادثات مرت في أجواء متفائلة بعد قيام واشنطن برفع تدريجي لبعض العقوبات على مسؤولين إيرانيين فيما أكدت طهران أنه تم إعداد النصوص الكافية لإنعاش الاتفاق ووسط التفاؤل الحذر قررت الوفود العودة لعواصمها لاتخاذ القرار ومنذ يونيو لما تعود الوفود إلى التفاوض إلا في نهاية نوفمبر الماضي في جولة سابعة قالت واشنطن إنها شهدت بعض التقدم لكنه غير كافي وتمسكت طهران كعادتها برفع العقوبات جميعا أولا فيما أبدأت الأطراف الغربية قلقها إزاء التعديلات التي تقترح طهران إدخالها على النص المتفق عليه في جولات سابقة تتأهب القوى الدولية وإيران لجولة ثامنة غدا من المباحثات في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني واستحر بتصريحات بين الأطراف تتزامن ومناورات عسكرية ميزانيات دفاعية جديدة في كل من إسرائيل وإيران هذا هو التسلسل لجولات التفاوض بين إيران من ناحية والقوى الغربية من ناحية أخرى لا توجد أمال كبير على الجولة الجديدة بالنظر إلى ما انتهت إليه الجولة السابقة لعلى العرقيلة التي وضعتها إيران تبقى مشكلة من المشاكل التي سيكون على القوى الغربية مواجهتها خلال جولة غدا سنكون منتظار ما الذي سيحمله الوفد الإيراني مروج خلال هذه الجولة يعني في كل جولة نتحدث عن أنها الجولة الأخيرة والفرصة الأخيرة أمام طهران ما الذي ينتظرنا غدا بانطلاق هذه الجولة سنكون بحوار مفصل مع ضيوفنا في الساعة الثانية من غرفة الأخبار شكرا لك مروج شكرا لك مروجة